فإن من أعظم العبادات التي جعلها الله سبحانه وتعالى شرطاً في الإيمان بل جعلها الله عز وجل نصف الدين عبادة التوكل قال الله سبحانه وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فبدأ بما حقه التأخير فقدمه في هذه الآية فقال وعلى الله فتوكلوا وأصل الجار والمجرور في لغة العرب أن يأتي بعد العامل بعد الفعل فلما قدمه الله أفاد الحصر والاختصاص أي لا تتوكلوا إلا على الله وقال إن كنتم مؤمنين فإن شرطاً صحة الإيمان أن يتوكل العبد على الله سبحانه وتعالى والمتوكل على الله له بشريات عظيمة من الله سبحانه وتعالى من أعظم هذه البشريات أن الله عز وجل يحبه قال الله عز وجل إن الله يحب المتوكلين فالذي يعتمد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب هذا يحبه الله سبحانه وتعالى ثانياً من هذه الفضائل أن المتوكل على الله منصورٌ من الله فإن التوكل على الله سبب النصر قال الله جل وعلا إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وانظر لما أصاب المسلمين ما أصابهم يوم أحد وهم بجراحاتهم وقد جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما رجع أهل مكة ندموا فقالوا نرجع لمحمد فلقوا بعض الناس متجهين إلى المدينة فقالوا لهم قولوا لمحمد إنا آتون إليك نستأصلك فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما قالت قريش قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل قال ابن عباس كما في البخاري حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار فكانت النار عليه بردا وسلاما وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل فإن التوكل على الله سبب للنصر وهو سبب لحفظ الله عبده من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون فإن التوكل على الله سبب لأن يحفظ الله عبده من الشيطان ولذلك صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت ووقيت وكفيت فيقول الشيطان لمن يجد من الشياطين كيف بكم برجل قد هدي ووقي وكفي فالتوكل على الله سبب للحفظ من الشياطين والتوكل على الله سبب للرزق وسبب لزيادته كما جاء في سنن الإمام الترمذي وابن ماجة وصحاع الألباني من رواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً يعني تخرج من أوكارها وأعشاشها وبيوتها خماصاً يعني ضامرة البطون من الجوع وتروح ترجع في آخر النهار وتروح بطاناً يعني ملآ البطون فالتوكل على الله سبب من أسباب الرزق وفضائله كثيرة في القرآن والسنة ولذلك فإن الله عز وجل يوجه نبيه صلى الله عليه وسلم في أموره كلها أن يتوكل على الله فإذا صالح الكفار وإن جنحوا للسلم فاجنح لها هذا فعل السبب وتوكل على الله وقال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أعرض الناس عنك فتوكل على الله قال الله عز وجل فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم وإذا جاءت عليك الهموم والأمور الكبار فتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا قال العلماء كلما قوي التوكل في قلب العبد ضعف الخوف من غير الله سبحانه وتعالى كلما قوي التوكل في قلب العبد كلما ضعف الخوف من غير الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يعيننا على عبادته وشكره نسأله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنا ويصفح عنا أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير النبيين وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين التوكل على الله إذا قوي في قلب العبد كلما قوي ضعف الخوف من المخلوق من غير الله سبحانه وتعالى ولذلك أخرج الشيخان البخاري ومسلم قصة عجيبة لتوكل النبي صلى الله عليه وسلم جاءت من رواية جابر رضي الله عنه وأرضاه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قبل نج فلما رجعوا تفرقوا في واد كثير العضاه والعضاه شجر له شوك أدركتهم القائلة وقت القيلولة فتفرق الناس في الشجر وجعلوا للنبي صلى الله عليه وسلم شجرة عظيمة فعلق النبي عليه الصلاة والسلام عليها سيفه ثم نام تحتها فما هو إلا قليل حتى ناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا بين يديه أعرابي فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم يعني مرقوا من بيته قال فقال يا محمد من يمنعك مني فقلت الله 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 قال فسقط الصيف فانظر إلى هذا التوكل العظيم مع أن الأسباب المادية تكاد أن تكون منعدمة لكن لما توكل وكان هو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام نصره الله سبحانه وتعالى قال العلماء والتوكل على الله أو التوكل أقسام القسم الأول وهو التوحيد وهو أن يعتمد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضاء فهذا هو التوحيد إذا توكل على الله وإذا صرفه لغير الله فهو شرك أكبر إن كان يعتقد أن المخلوق مسبب وهو الذي يصدر منه الخير ويندفع منه الشر قالوا وله صور أن يتوكل على مي توكل له على قبر يتوكل عليه لو جات مصيبة امشي لابتعى القبر والليلة يقول للناس إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور فهذا هو الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة وصاحب القبر ما عنده عظم ولا لحم ولا شحم وما بقي منه شيء كيف يتوكل عليه وكيف يترك الحي القيوم ويتوكل على المي ربنا سبحانه وتعالى يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت وقال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وكأن يتوكل على حي لكنه غائب فإذا جاءته المصيبة قال انتظروا فإن شيخي فلان سيمنعنا وإن شيخنا علان سيحمينا فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة وكأن يتوكل على الحي الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله يتوكل على مخلوق يده الولد أو ينزل له المطر أو يصرف له في الكون أو يحفظ له الغائب أو يدفع منه العين هذا كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى وكأن يعلق الإنسان الحجبات والكمون والخيوط والسلاسل والحلق من النحاس وغيرها وكأن يعلق على السيارة ما يعلق من الصور صور الأولياء والشيوخ أو يعلق عليها نعل شافع نعل صبي أو غير ذلك هذا كله من الشرك بالله فيجب على المؤمن أن يتوكل على الله وأن يعلم أن الله يحب من العبد أن يتوكل عليه لأنه اللي بتوكل على الله ده في عاجدته إنه ربنا جوي وفي عاجدته إنه ربنا غني وفي عاجدته إنه ربنا سميع وفي عاجدته إنه ربنا كريم وفي عاجدته إنه ربنا بكفيه من أي حاجة شان كده يتوكل على الله فكذا ربنا عز وجل قال أليس الله بكافٍ عبده أليس الله الملك الحق خالق السماوات والأرض خلق ما يخاف منه وخلق الأسباب وخلق الخلق أليس الله بكافٍ عبده فأنت أيها المؤمن لو عملت الأسباب وتوكلت على الله وخرجت من بيتك لا تخاف ولا تسيء الظن في الله أن الله عز وجل يخذلك بعد أن أمرك بأن تتوكل عليه نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردًا جميلًا نسأله أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يتوب علينا نسأله تبارك وتعالى أن يطفئ الحرب في بلادنا اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي قيوم اللهم مسنا الضر ونزلت بنا المصيبة اللهم أنت ملاذنا ومعاذنا وملجأنا اللهم أنت ربنا أنت الحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين اللهم أطفئ الحرب في بلدنا يا رب العالمين اللهم أطفئ الحرب في بلدنا يا رب العالمين اللهم أطفئ الحرب في بلدنا يا رب العالمين اللهم احفظ دماءنا وأموالنا وأعراضنا وأموالنا وأنفسنا يا أرحم الراحمين اللهم وسع على المسلمين أجمعين اللهم وارزقهم واغنهم من فضلك يا كريم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعفو عنا وتب علينا اللهم من أرادنا وبلادنا وأهلنا وأراد فينا شيئا من المكروه والسوء والمكر اللهم اجعل تدبيره في تدميره اللهم واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين اللهم ارفع عن البلاد وارفع عن العباد اللهم وانزل علينا رحمتك لا غنى لنا عن رحمتك وفضلك طرف تعين وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله